حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون استمع إلى القرآن أحد سادات قريش وهو الوليد بن المغيرة وقد تأثر كثيرا بما سمع حتى إنه قال لأبي جهل وماذا أقول فيه والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلا ولكن يا أبا الوليد لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه أمهلني إذن حتى أفكر فيه فظل الوليد يفكر ماذا يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساهم في إعراض الناس عنه ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر فأنزل الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا وهكذا عرف الوليد بن المغيرة الحق ثم اتبع غيره مرضاة لقومه فكان عقابه ما جاء في قول الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا